في الفيديو ده هنعمل تاب دي بانيل اللي هي قدامنا دي. هعمل ايمبورت للآب وده الكلاص اللي بيعمل لي واجهة. ودول الامرين اللي بيعملو لي الواجهة وما بين الامرين دول بحطوا جوه الاوامر اللي انا عايزها. يعني انا عايزة احط ايه في الواجهة? بوتون ليبل اي حاجة. هعمل ايمبورت لتاب دي بانيل. تعالوا نعمل التاب دي بانيل. باستخدم البلدر. البلدر دي وظيفتها انها تقرأ. الاوامر من الملفات الخارجية او من الملف نفسه ده. هعمل اي متغير. هسمي تست مسلا. والصايز بتاعه عبارة عن نص ونص. يعني مكانه فين? ده هيبقى عند نص العرض ونص الارتفاع. يعني البانيل اللي انا هعملها دي. هيبقى مكانها عند نص العرض ونص الارتفاع. وكمان الحجم بتاعها هيبقى نص ونص. يعني نص الارتفاع ونص العرض برضو. هبدأ دلوقتي اعمل ايتمز. دي او الايتم. التكست بتاعتها هي مسلا فريست تاب. وهحط جواها ليبل. وهسميه اي اسم. وهنعمل التاب التانية والتالتة بنفس الطريقة. التاب التانية هسميها تاب اتنين. والتاب دي انا عايز اعمل فيها ليبل وبوتون. فحستخدم مسلا وححط جواها ليبل وبوتون. يعني كل تاب من دول تعتبر بيج. ببدأ احط فيها بتاعتي باي نوع من انواع ليقاوت. وهعمل التاب بتاعتها هي تاب سري. وهحط فيها الشكل ده. الشكل ده اسمه ايه? طيب جوا ايه الشكل ده? جوا عبارة عن سلاش سلاش ان دوت جاين. وبفتح قسين وبحط السطور اللي انا عايزها وما بينها كومة. سلاش سلاش ان يعني انا بقوله عايز الحاجات اللي جوة القسين دول اللي ما بينهم كومة عايزهم يتحطوا تحت بعض. يعني تسيب سطر ما بين الواحد والتاني. لو عملت مش هلاقي اي حاجة ظهرة. ليه? لان انا لازم اعمل بنفس الاسم تست. وده اللي حينفز لي التست دي. طيب تعالوا للكلاص الاساسية نسميها تست تو. يعني نغير اسمها يعني. تعالوا نعمل رن برضو مش هلاقي في اي حاجة ظهرة. ليه بقى? لان الكلاص الاساسي ده هو ده الوجهة بتاعتي. وهو فاضي اصلا مفوش حاجة. فلازم اضيف فيه الكلاص اللي هي تست. فحقول ريتيرن تست. بس كده تعالوا نعمل رن وهي دي النتيجة. اشتركوا في القناة